ها؟ السلام عليكم وعدمكم جديد في انطباع علمي الخطايا السبع المميتة أو ناناتسو نا تايزاي بالإنجليزي ما عرف اسمه الحلقة الثالثة والحلقة الماضية قلنا الرابعة بالغلط مع ليش لا حد يدقك الحلقة الثالثة من الجزء الثالث لذلك خلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق حقيقة يعني انا كنت متوقع الحداث انه لما يرجعون ثلاث الاف سنة في الخلف بتكون شيء مخترب تماما على اللي يشوفه قدام وجهي قبل عن نتكلم عن الحداث وشي اللي يصبح في الحداث فخلوني بس كذب في بعض النقاط اللي انا اللي حسيت مخي خصوصا ينشفت الجزء الثاني وحقيقة اشوف الجزء هذا في كده في استفهمات فوق راسي اخلنا بقول لكم الوصايا كل اسماءهم كل واحد وايش اللي هي وسيطة بنبدأ في زليودس زلدرس 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 اتوقع عنا اسمه كده على هالمراحة دي يستقعد لي ووسيطة اللي هي الشفقة اذا مااني بغلطان حسب ما هي مكتوبة الانجليزية الشفقة والغريب بالموضوع انه فيما بدأت الذكريات هذه كلمة دوس او كلمة دوس اللي طلع اللي كده واحد اللي كنا من العمالقة اللي قابل كينغ مع ديان ني كان عنده نفس وصية زلدرس او زلدرس يعني هذا شيء غريب بالنسبة لي للشافقة واللي لما قال ماليودس حق كينغ لا تنحشل لان كلها نحشته حيكون تطبق عليكم الشافقة وراح يتصرون تحت خدمته وتحت امره ليش هي عنده القوة انا ما ادري حاليا يعني في هذا الجزء انا ما ادري ليش عنده هذا القوة او ليش عنده هذا الوصية حاليا عند هذا الشخص ما هي موجودة عند زلدرس او زلدرس زلدرس والله توقع اسمه كده ماني بحافظة يا جماعة صعب نطق اسمه الشغلة الثانية برضو درورو وكان وصيته درورو كان وصيته الصبر استرويسا وكان وصيته الحب وعلى فكرة ترى الحب كانت وصية مليودس قبل يوم كان مع الوصايا وترى على فكرة في هذه الحلقة يعني قبل الثاني السلام مع مدلية الذكرات هذه كان مليدوس توى خان الوصايا وقيتها يعني مش من اوه توى خان الوصايا هل يعني انا شيء اللي يطلع لي في راسي حاليا او لي جي في بالي فقط هو ان زلدرس زلدرس وهي استرويسا لسه مبعد يصرون من الوصايا العشر لسه هم من الشياطين بس لسه مبعد يصرون من الوصايا العشر هذا تخمين تخمين لأنه كان مريدوس وقته واللي موجوده مع أخوانا لسه ما بعد يا هم صغار يا هم ما بعد يصولون القوة كاملة ما أدري بس ليتوضح لي أنه مش منهم لحد دحين فراودورين أيضا هو يعتبر من الوصايا وعنده اللي هو الإثار وهذا على فكرة برضو يعتبر أحد وصايا اللي عند اللي هو قوثر يعني الإثار اللي عند فراودورين هي نفس اللي عند قوثر الشيء السالفة هذا شيء ما أدري يعني قوثر من الوصايا من زمان بس هل وما تطرع لها فيما بعد هل الوصايا تتنقل بين واحد وواحد على حسب المواقف I don't know قلن طبعا هو الصدق أنك لا تكذب لأنك لو كذبت عطول راح تسير لك مصيبة قداما غولكسينيا اللي هو الطمأنينة أنك تكون مطمئنة لأي شخص ممكن يرعب أو يسبب الرعب هذا بتطبق عليه لعلانة غولكسينيا ميرس كلا اللي هو الإيمان أو التصديق بالناس أو بريف الإيمان كذا غريروهد السلام اللي طبعا أنك تكون كل ناس مسالمين مع بعضها وتقاتل أي واحد قتل حتى قدامها عطول راح تتطبق عليه وسيطة أيضا مونسبيت طبعا هي اللي هو وسيطة تعتبر اللي هو الكتمان أو أنك انت يعني شفت النميمة مضاد لها ما دلش نسي زمونها بسي مضاد النميمة ما تتكلم عن الناس اللي صار من ورابهم إذا كده تكتم أي شيء تعرفها وإذا كده تحتوظين نفسك هذا وصيات اللي هو مونسبيت أما ديريري فتعتبر هي وصيتها النقاء أو شيء النقي أو صافي أو الجميل كذي يعني هذا بالنسبة لديريري حلو الكلام هذا في هذه الحلقة طبعا بعد ما يعني اللي توضح لنا أيضا أن قدرة كينك ودياني زالت زيادة بسبب استخدامهم لجسد ملك العمالقة وملك الجن لأنه عندهم قدرات خرافية وهم يقدون يستخدمونها بس ما كان يدعون عندها الشيء فهم يدعون يستخدمونها هذا الشيء يعتبر طبعا من جزء من تدريبهم وراح يوقض عندهم قدرات يعني شيء ما كانوا متخيلين ومعارفينه شفنا شون شفنا كينك كيف قدر يستخدم السلاح الأسطوري حق الملك الجنيات السابق ويستخدم بكل قوة وخرافية مهمة متعودة منها أيضا قدرة تحمل اللي هو دياني كيف زادت وكيف صارت أقوى أقوى وتحمل حتى الضربة بكل سنة لأنه كان بجسدها العادي كان ما قدرت تتحمل هذه الضربة أخيرا يعني جابوا مليوذيس يا منا رد على اللي هو كلمة دوس الضربة حقتها هنا يعني كلمة دوس مفجع زي ما قلت لكم وانصدم ناسا أن مليوذيس خانهم قال رح أبلغ إخوتي عن خيانتك يا مليوذيس خلو عنك حين اللي هو شياطين وخلو عنك مليوذيس حاليا استخدم بعد بالنسبة لي هذا الشخص اللي طبع اسمه روي واللي يشبه بان وإش كصته وإش سلفته وليش كينغ يمشاف عضو الله حس أنه بان أو نفس بان أو يشبه بان طبعا لو جيت طريقة الكلام والأسلوب تحس أنه في شبه منه نعم بس أنه مختلف على فكرة في شيء كذا مثير بالنسبة لي لهذا الشخص بس بأقوله فيما بعد يمكنه في الغابة وكلامه في الغابة واللي صار في الغابة قاموا بتحدي مع بعض وصووا تحالف واحد عشان يقدروا يهزمون الشياطين فقال لما يللس نعم جاءنا خبرنا نحنا جاءنا ننقذكم ونساعدكم على قدام هذا الناس وخدوم وقال لنظمونا معكم بنساعدكم ونحن أقويا ونحن نقدر ننفيدكم التفتر عطبي هزمون الشياطين انفجعوا من أنه إليزابيث قدرت تقنع الشياطين أو يعني تقول لهم وقفوا عن القتال طبعا يا جماعة الخير إليزابيث اللي واضح اللي بعد ما شاهدت هذه الحلقة أنها عندها قدرة خرافية وأسطورية وقوية جداً وأن الحالية القدرة اللي عندها اللي هي العين الواحدة بس هذه وتعتبر ولا شيء مقارنة لو فعلت عليها لحد الآن أنا شوفنا إليزابيث اللي حالية موجودة لسه وبعت استيقظ كامل قوتها وتصير من الإله لأنه صارت من ذا العرق خلاص راح تكون شيء خرافي وخالق للعادة قلت لهم أن أقنعتهم بالكلام فقط بدون القتال وهذه القدرة في عيونها أنها يعني تتكلم بين قلب صادق لدرجة أن حتى ممكن تأثر على الشياطين وممكن يقتنعون ويصدقون كلامها رجعوا للقابة طبعا وهم راجعين وكانوا يتكلمون ويسلفون عن كيف الوضع وشيء الأوضاع اللي صايرة إلا جابوا إلا أنهم صلوا عند القلعة وجابوا اللي هي البنت اللي كانت جاية طلعت في الجزء الثاني واللي ضحى بنفسها دنزل عشان يستدعيها طبعا في ناس كثير ممكن أشكال عليها من ظنوها اللي هي من واحد من الأربعة الملائكة الأقوياء لكن لا هي ترى تعتبر أقوى جنود تحت الأربعة هذا اللي توضح لنا في هذه الحلقة فهي مستدعاها دنزل وقتها ما كان يستهام فيها كانت قوية بس برضو ما تعتبر واحد من قوة الأربعة لأن الأربعة مختلف مستوهم مختلف تماما اسمها طبعا نيرو باستا نيرو باستا فهي الشخص اللي استدعاها دنزل من قبل وانهزمت فما كانت تعتبر من الأربعة لا حد يظنها واحد من الأربعة هي تعتبر أقل منهم أو تحتهم ورتبة العطور طبعا بعدها جاء من المشهد اللي بعدها حق الشخص الحقير والكريه واللي أتوقع كثير من ذكره هنا وطبيعا نستكره وأنا أولهم اللي هو لودو شيل وهو يعتبر قائد الملائكة الأربعة يعني يعتبر هو أقوى واحد فيهم أساساً واللي يتكلموا عنه أنه كان قوته حتى توازي قوة الشياطين أو حتى الوصايا بالذات وحتى يعتبر أقوى منهم أيضاً بمعنى لو تقاتل هو مع واحد من الشياطين واحد ضد واحد ما ضدنا ينتصر بس الشياطين أكثر منهم الوصايا فهم عاشر أكثر من الإله فممكن صعب عليه أن يقدر ينتصر عليهم طبعا هذا الشخص مرة كذا متعجرف مغرور بزيادة يغبن يطفش كل حاجة ويتكلمنا يعني حتى كانت تتكلم هذي قال اللي أقوى واحدة في الجيش اسمها نيبورانا ماذا يسمها كانت تقول يعني أنتم ثلاثة رايحين عشان واحد ولقد تهزمونا حتى يعني خلاتوين حاش إيش تتكلموا عنه أنتم ثلاثة اللي هو ملك الجن وملك العمالقة وملك يودوس برضو ياكم وما قدرتوا على كل ذيلهم اشي فايداتكم فهنا دخلوا قال لهوا لا تلقسين عليهم وكذا وقال لهون عندي خطة لإبادة الشياطين طبعا كان نتكلم عن إنهاء الحرب في بداية وهنا جاءت اللي هي إليزابيث فرحانا فقالت الله أخيرا متجي الحرب نسوي السلح مع طيبة إليزابيث مرة طيبة لدينا فرصة نوقف الحرب ننهي ونعيش بسلام إحنا مع الشياطين وكل حاجة قال له أنا ما أتكلم عن السلام أنا أتكلم عن إبادة للشياطين كلهم وبيحضور مليودس يعني علاق القدر مشاعر هالولد حالا قدرت فاجعة طبعا هنا إليزابيث وكانت مقفلة معها وكانت تكلمة طبعا لو لاحظتوا في الحلقة كانت تقول لها يعني كلهم يقولوا لها سماء إلا هي كانت تقول لها إثناديب اسمها لودو شيلة ما قالت لها حتى سماء ولا سن ولا شي يعني هذا الدلدل على إنه رثبة إليزابيث تعتبر أعلى منها أنا وجهة ناظرة أشوفها إنها تعتبر واحدة يعني كذا بنت الله الكبير أو القوة الكبيرة عندها قوة أساسا أقوة حتى منهم لكنها لسه صغيرة ما بعد استيقضت كامل قوتها حتى في الذكرات هذه ما كانت عندها كامل قوتها قوية نعم بس لو استيقضت كامل قوتها وانقايماتها توقع ت action انهم الأربعة وأقوة حتى من الوصايا كلهم والخطايا كلهم وأقوة حتى من اليودس هذا اوقع لا اشوفها واللي اشوفها ممكن نصر يعني أن قوتها لما استرتтории كامل بتصترها بها القوة فهو قاعد يستغلها ويستغل طيبتها الحيوان هادا يعني جد جد قاعد يستغلها بكل طريقة ممكنة يعني وهي عصبت وقفاضت معها حتى مش هتتسحبت عليه فقالت له حتى الخوينة تلحقها تبعا قال الله خليها معايش منها خليها تخوض وتلعب واساسا هو قاعد فرحانها قاعد تستغل مليودوس ونقلبت مليودوس عليه عشان يقول له احنا بنستغل وقاعدين بالذبحة باللوحة لوحة الكلب القذر حقير والله حقير يا شماعة يغبن طبعا ماشي بعدك انتقر على شسمه مليودوس وكان قاعد زعلانه متضايق وخصونا الناس يتكلمون عن عبادة الشياطين والشياطين هم ترعي يتبرونها هالا ورابع اخوانا تأسهلهم منهم لكن تغير عنها الشيطان طبعا مليودوس جابوه قابل حلقتين تقريبا او زكذا في ذكراته خوص ترسه انه واحد من الملاكه ضمته اليازابيث اليازابيث كان عندها القدرة لان قلبها صادق وجميل قدرت تغير مليودوس هو قائد الشياطين وهو مالك الشياطين المستقبل اساسا وهذا الشيء بده يسحب من مشاعره ويقلب من قوته على فكرة يعني فهو مؤمن بالرسالة اللي عندها لكن اللي معها مع الاسف والحيوانات اللي معها مع الاسف ما عندهم اي شي من هذا القبيل ابدا ابدا هجاه روهي او رود او زكذا يعني ايشبه بان صجفة تصرفاته كلها حتى يوم جاه قال انت من الشياطين صح وشياطين يعني انك تبيدهم زك كذا يعني انت شخص طيب صح وقال انا طيب صح بالنسبة لكم بس بالنسبة لهالي اعتبر خان وشرير يعني يعني هي معركة بين يعني ناس وناس فما احد يقول يقول هذا الخيار الشراري يعني حتى في الانيمي هذا انصدمنا يعني مظلنا بس طلع ان الملائكة هم كذا يعني هم الاله عرق الله هم السيئين موش هم الطيبين عندهم نظرة الفوقية عندهم نظرة المتعجرفة عندهم القذارة الوساخة ابدا ما يفكرون ويشوفون الناس كلهم كذا حقيرين ويخدمونهم بس بده طبعا انتقال مشهد برضو عاده على دياني هي قاعد قاتل بجسد اللي هو درورو كانت قوتها خارقة العادة وهذا الشي قاعد يفيدها اكثر وهال تدريب اللي قاعد يتخوضها هي مع كينغ عشان يطورون من نفسه عشان لو رجعوا بيكون اقوى بكثير مما كانوا عليهم من قبل خصوصا في الاجسادهم الحالية اللي بيرجعون فيها بعدين بعد ما يعرفون التقاليات اللي يستخدمون في الاجساد بيقدون يطبقونها في الاجسادهم لما يرجعون فكينغ هنا كان يعني يحس بحساس بشعور ان في شيء في الغابة هناك غلط ومصح هنا جاءت طبعاً تدخلت والصدمة العظمة بالنسبة لنا اللي هي جيراردو او جيراردو اللي بدخلت وكانت تعتبر اخت غلوكسينيا هذا الصدمة طبعاً الكبرى بالنسبة لي في هذه الحلقة انا يوم شفتها في الحلقة الماضية توقعت انها حبيبتها خويتها خطيبتها واتفر ايانكا ما توقعت انها تكون اختها ابداً 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 صدمتني صراحة على فكرة يعني في نقطة بتكلم فيها بعد بعد شوة بنجيها عن روي وكذا في شيء شعور كذا عندي مو عاجبني فبتكلم عنها بعد شوة هنا اللي هي جيراردو مع غلوكسينيا قالت له انه يعني قلع عن الحاجز قال له شوك نسيت يا أخوي الوقت اللي انت كنت مش موجود فيه هذا الشيء اللي صار لنا هنا يعني ان هذا اللي هو اللودو الشيل هو اللي حطها الحاجز هو اللي سواه بدون علمك وفي غيابك لو ترجع في الجزء الثاني في الحلقة اللي تقاتل فيها مليودس مع غلوكسينيا واللي هو ملك الجن درورو وقتها كان يتكلم يقول انا اعرف ان الخيانة اللي جاتكم عظيمة جدا وانك ها سبب يخليكم تنضمون مع الوصايا يعني من ان تخص لكم اللي جاتكم خيانة من الشخاص مقربين بالنسبة لكم يعني هنا بما تربط الكلام هذا اللي صار هنا مع اللي قاعد يصير حاليا هنا تحس ان الخيانة اللي جاتهم هي جات من عرق الاله وصدمتهم بشكل خرافي ومرعب يعني وان العرق الاله هو اللي خانهم عزا كده مقلبهم ع الشياطين ضد اللي هو ضد عرق الاله يعني وانضموا مع الوصايا هذا اللي يتوضح لي في هذه الحلقة وصدامي لأنه يعني كلام جيرارد كان كلش متخوفة من لود شيل من لود شيل يعني بشكل مو طبيعي كانت متخوفة ولا بعاجبها اللي قاعد يصير هنا تكلم اللي هو طبعا المجنون و اللي مصاحي اللي هو لو تشيل عنه عنده طعم حي وأنهم الشياطين حطيهم عشان انه يستغلوا ييسحب الشياطين لما عنده عشان يقدر يبيضهم كلهم و هذا الفكرة اللي فراسة وحاطة فراسة عارنا هذي الشخص يعني طاقتهم سحريه وبتسحب الشياطين لما عنده عشان يقدونهم بعدين يبيضهم عم بكرة أبيه وهذا الخطته وهذا اللي حط في رأسه هذا المجنون او مقالنا صراحة ما ديشون بيطبق هذا الشي لكن اللي واضح اننا الملائكة خصوصا الاربعة عندهم قدرة خارقة العادة ومو طبيعية وممكن قادرين على هذا الشي طبعا هنا صار هذا الشي بدأ الشياطين تقرب احسوا فيهم هنا جاء مليودوس قال بروح انا انقذهم بروح اتناقشيهم اخذوا اعطي معهم اوقفهم كينج الحيوان لحد حين عنده شاك في مليودوس انه ممكن يقلب حتى يبقى انت بتروح انت تخينه وشون بتروح تكلمه اساسا فمليودوس قال لا تخاف اذا انت تخاف انا بقلب عليهم ما رح يقلب لا تخاف اذا الشي وما كان يروح بس انه يقول يعني من صجك تروح انت بحالك انك يعني اشكاك من ايها زمان وشكاك ولا حد احين شكاك فدياني هنا طيبة والبريئة قالت انا بروح اياك انت مرح تقاتلهم بالحالك فاخذني معاك الهم فقال انت ترفي اني انا اروح ياوه هذا اللي يقدر اقول طبعا هنا بس كينج يعني قبل ان اروح اقال حتى لو رحت بس ترا الغابة يعني بد انت من خطر وانا يعني اقعد انشوفه جراد ويعدي انه صار سالفة منقبل ثلاث سنة بس ميدلوش اللي صائر فكان متخوف ان يروح مع مليلوس برضو حتى بعد ما قتلنا عشاسة ديانيه لان كان متخوف ان يطلع و يخلي الغابة و يسر لها شي فجاء لها روي هنا و قال له اعتمد علي خلني انا باحميها احنا قوية و نقدر نحمي القابة اتخافهم طبعا نظرات روي هنا و كلامه كذا بده يشككني و بده يخليني اشك اكثر انها روي ممكن يكون خاين طبعا كل شي اللي يشوفه قدامنا يوحيناك لا مو خاين مستحي يكون هذا الشخص خاين شكله طيب و شكله ايش بابان كيف يصير خاين بس والله كذا جاني شي كذا حدث ان غزني كذا قال لي لا هو بيكون خاين وهذا سبب حق اساسا اللي هو القلوكسينيا على البشر و حق الدعا على الاله و خاين الغابة اللي حقت الجنيات من الاساس وايضا جراضي مطلعت في الدكريات ترجبوها بدون تغطي عينها حاليا جراضي اللي موجودة مغطي عينها طول الوقت فاشصار في عينها بالضبط يبقى عندنا اللي هو طبعا السابع مليودس بيبقى ثلاثة ما هم موجدين هل هو غاثر اللي كان وقتها موجود مفردنا غاثر وايضا منه اثنين ما ادري بقى ثنين ما ادري منه وقتها هل هو غري روي او غري روي موجود وقتها او لا اتوقع ممكن هو موجود ايضا والاخير لا اعلم منهم بس اللي واضح لنا ستروسا و يعني اللي هو اخوه زل الدرس مش منهم خلاص هذا انا شور ابودها فهنا مسبيت تكلم طبعا و قلت قال والله ظهرنا واضح انه مجدين الجماعة في اباداتنا بس ما كان مرتعب وخايف لدرجة انه يعني يعني معنا يد انهم ما يقعد يمزحون بس برضو كان يتكلم يعني بوجه جاد لكن مش اللي مرتعب وخايف انه خلاص انتهى امره هل في شي مخبأ هل في شي مستخبي عندهم هل عندهم قدرة خاصة هل بيضحون مثل بالجيش هل يدرون انه وهذا الضربة اللي بيسوونهم مش قوية كفاية انه تنهزمهم لا اعلم صراحة ما ديش اللي بصير الحلقة الجاية لكن الاحداث والله ولعت من الحلقة الثالثة يعني مستوى ثاني عن الحلقة الاولى والثاني كلش مختلف تماما نستنى الاحداث القادمة ما ديش اللي بصير توضيح كثير من الغاز اللي صارت في الماضي رح توضح لنا في هذه الاحداث نستناها صراحة متحمس جدا 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 مع هذا الجزء اسموح اللي طولت عليكم بس كان في حاجات كثيرة كتحب اتكلم عنها واضحها في هذه الحلقة اتمنى انه وفقت في النقل لكم هذه الحلقة على الوجه وفي النهاية يقولوا معي سبحانك الله وحمدك اشهد وانا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هل تنسوا الاشتراك في قناة لايك شير ونشوفكم على خير اشهد وانا لا اشهد وانا 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 اشه